بص أنا بعتقد أن جزء من المسئولية بتاعتي أمام نفسي وأمام حضرتك أن أنا أوضح لك الحقيقة كويس؟ وأن أنا أرد على أي أكاذيب وأن أنا أحاول قدرة لاستطاعة ألعب دور يحمي حضرتك من الكذب والغش والشائعة وده جزء من الأدوار اللي لازم أي صحفي بيحترم نفسه وبيحترم بلده يعملها جدا يعني يعني بصوا جماعة مثلا يعني على سبيل مثال هو التوقيع ده لما تعمل في العاصمة الإدارية ألم يكن بحضور ممثلين الدولتين يعني من جانبنا كان الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار مثلا يعني ومن الجانب الإماراتي كان موجود سيد محمد السويدي وزير الاستثمار الإماراتي ده مثلا يعني يعني المسألة يا جماعة ما فيهاش أخد وعطة كتير ما فيهاش لدته وعجن كتير شغل اللي بيعملوا الإخوان ده دول بيعملوا شغل على حضراتك ما تسمعهمش كل مرة بوريلك هم كدبين قد إيه غشاشين قد إيه عديم الضمير إلى أي مدى معدمي الوطنية إلى أبعد مدى بل هم معدمي الوطنية بالكلية فلا تنشغل بيهم على الإطلاق وما تخليهمش يكلولك في دماغك ده بالمناسبة لأنه تيجي تقولي ما احنا بس أصل أقولك لا ما هو الناس بتتفرج وهم برضو ولد لزينة كده تلقيهم بيعودوا يحطوا الحاجات بتاعتهم على المنصات بتاعت التواصل الاجتماعي كلها وحاجات زي كده فيعمل لك نوش في دماغك دوري إن أنا أقولك الحقيقة اللي أنا قلته ده منطقي ولا مش منطقي واقعي ولا مش واقعي وزير إماراتي والوزير المصري ورئيس الوزراء المصري بنفسهم حضرين الاتفاق والكلام علناً أمام الجميع تشكيك في إيه؟ الرئيس بيقولك الفلوس وصلت إيه تاني؟